سيد أليكس من بوستن في الوقت الحالي سيد أليكس ما الذي تستطيع الولايات المتحدة أن تقدمه لتحاول أن تحل أزمة السودان السياسية حاليا؟ ما فعلته الولايات المتحدة تحت إدارة ترامب كان تخصيص السياسات للقرن الأفريقي ومن بين السودان ومصر وإسرائيل والسعودية والإمارات ربما في إدارة بايدن أعتقد أن هناك دور قيادي أكبر لكن الواقع أن هناك قوة في الشرق الأوسط تتصرف بالنيابة أو لصالح مصالحها وعندما تريد الولايات المتحدة تلعب دور حيوي هم يدفعون في اتجاه مصالحهم الاقتصاد السوداني في وضع مأسوي والولايات المتحدة البنك الدولي وسندوق النقد الدولي يمكن أن يلعب دور الأموال المطلوبة تتجاوز كل هذه الإمكانات وبما فيها دول الخليج أيضا في نهاية المطاف قوة الشرق الأوسط يجب أن تعود إلى موأمة مع الولايات المتحدة حتى تشارك للوصول إلى نوع من الاتفاق بشأن ملف السودان ترجمة نانسي قنقر